حل بن يامين نتنياهو ضيفا على واشنطن دون دعوة من الرئيس باراك أوباما فرئيس الوزراء الإسرائيلي ممتعد منذ إعلان أوباما التقارب بين واشنطن وطهران بعيد انتخاب الرئيس حسن روحاني في 2013 لقد حصلت إيران على كل ما تريده في هذه المرحلة دون أن تدفع شيئا يذكر أحث وزير الخارجية كيري على عدم الهرور للتوقيع لننتظر ونعيد النظر حتى الحصول على صفقة جيدة لكن ما جرى يعتبر صفقة سيئة حقا هذا الغضب بلغ وجهه هذه المرة فواشنطن وطهران لم تتوصل منذ سنوات قريبة إلى إبرام اتفاق حقيقي أو على الأقل في تقريب وجهاته النظري من أجل تحسين العلاقات بين البلدين أما بالنسبة لنتنياهو فخطبه وتحذيرته كانت دوما تتخذ النبرة ذاتها بما فيها من تحدي وتحذير يمكن لإيران أن تقوم على وجه السرعة بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتراوح ما بين 3.5 إلى 90% إن الوقت ينفذ وأعادها من قبل الآن الوقت ينفذ وفي الأمم المتحدة قال بنيامين نتنياهو أين هي إيران اليوم؟ الإيرانيون هم في المرحلة الثانية وبحلول الربيع المقبل على أكثر تقدير سينتقلون إلى المرحلة النهائية وبعدها سيلزم بضعة أشهر فقط وربما بضعة أسابيع قبل حصول إيران على ما يكفي لتخصيب اليورانيوم لصنع أول قنبلة استخدم نتنياهو منذ أكثر من 20 عاما لغة التهديد والوعيد في خطابته التحذيرية من الخطر الداهم القادم من إيران وهي يعتبرها بعضهم إنذارات ينظر إليها بعضهم على مدد فنيتنياهو كان يطمح إلى منع عدوه الإيراني من الحصول إلى القنبلة فعلا لكنه كان يرنو أيضا إلى منع إيران من توضيذ علاقات دبلوماسية مع حلفاء إسرائيل إذا كانت التوترة هدات نسبيا بين طهران وواشنطن فإنها لم تبرح مكانها ما بين تل أبيب وطهران فإسرائيل تجد نفسها وحيدة ضد إيران وفضلا عن ذلك كله فإن تمت انتخابات على الأبواب في 17 من الشهر الجاري فرئيس الوزراء نتنياهو وضع القضية الإيرانية في قلب حملته الانتخابية